تطوير للعمران وبناء لمستقبل جديد ومدن ذكية تضاهي العالمية ركائز من بين أخريات اتكأت عليها الدولة وهي تبني استراتيجيتها لبناء المدن الجديدة أو مدن الجيل الرابع التي نجحت في فتح شرايين حياة جديدة للدولة المصرية فمنذ إطلاق تلك الاستراتيجية بلغ عدد المدن الجديدة حتى الآن 30 مدينة جديدة بإجمالي استثمارات 690 مليار جنيه ويتم حاليا تنفيذ 22 منها بالإضافة إلى ثماني مدن أخرى مخطط تنفيذها وهو الأمر الذي يشير بقوة إلى حجم التنمية الكبير الذي تشهده ربوع البلاد كافة ولعل من أهم المدن الجديدة التي تم إنشاؤها هي العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة والفشن الجديدة والإسكندرية الجديدة وحضائق العاصمة والمينيا الجديدة وسهاج الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد ومدينة ناصر الجديدة وأصوان الجديدة وغيرها من المدن التي أصبحت تحمل أولوية كبيرة وتدفع بعجلة الاستثمار المحلي والأجنبي إلى زيادة استثماراته في ظل اتساع الخريطة الاستثمارية في البلاد وتبلغ المساحة الإجمالية للمدن الجديدة ما يقرب من 580 ألف فدان في حين يبلغ عدد السكان المستهدف نحو 30 مليون نسمة بجانب توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعد العاصمة الإدارية الجديدة أيكونة المدن الجديدة والتكنولوجية في مصر حيث تبلغ مساحتها ما يقرب من 170 ألف فدان وتقع في موقع استراتيجي نظراً لقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحاة الأولى بمسطح 10.500 فدان نحو 5 ملايين نسمة بالإضافة إلى نحو 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم إلى المقار الجديدة مع تخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى اتجاه الدولة نحو المدن الجديدة لم يدفعها إلى إهمال المدن الأخرى حيث أطلقت الدولة أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر وهو مشروع تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتأهيل وتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة بالفعل من أجل أن تتحول مصر بكاملها إلى مدن ذكية توفر الحياة الكريمة للمواطنين كافة